كابتن رضا عامل ألأ برضو في الفاصل زي ما هو عامل ألأ على الهواء عايزة يا كابتن انت حبيبي يا سلام طيب كابتن يعني بنقول أو حريطة قلت ان السوشال ميديا بتتحكم في القرارات المصرية الخاصة بالقرب مصر طبعا ازاي؟ اهو انت على دلوقتي مثلا اي قرار يتاخد مش عاجب السوشال ميديا بتطلع المواقع ديب بديب بديب الراجل بغير الرئيس الندي يغير تاني قرار بما فيها الأهلي والزمالك بيعملو كده؟ الأهلي الأهلي اه بس طبعا هما اللي بيوجهوا لا سواني بس يعني الأهلي هو اللي يعني بيمشوا وراء السوشال ميديا أكتر من الزمالك لا دلوقتي المواقع الإلكترونية بتاعت النادي الأهلي هي اللي بتمشي وراء النادي الأهلي عشان ان هما يعملوله ساتر او ان هما اللي بضعروا يعني حماية يعني اه بدليل بدليل ان بعد موضوع حسام عشور تلاقي الناس كلها كل جمهوري الأهلي اي حد تكلمه قصة كبر بقى خلاص وانت فجأة لقيته كبر اول ما النادي الأهلي قال له يمشي احمد فتح لا ده خاين قاعد مع مجلس الإدارة وقال لهم لا مش هجدت اذا ادارة النادي الأهلي بتوجيد التعامل مع السوشال ميديا دلوقتي اه من سنتين كده لما بعد ما حصل كذا حاجة كده هما دلوقتي بدأوا هما اللي يروضوا بالسوشال ميديا زم هما عايزين ويوجهوهم زم هما عايزين ونجحوا في كده يعني انا دلوقتي مثلا هتشتم معاك دلوقتي من هنا للسنة الجاي عشان ان انا بقوليه الكلام ده اه من قصدك الكتايب يعني واحنا هنحارب اه لا يعني الكتايب اللي عسوشال ميديا ايوه بص هما دولة هما دولة اللي مضيعين الدنيا يعني مثلا لو احمد فتح كان جدد كان هيتطلع يقولك احمد فتح ده صلى على الحبيب احمد بمية العيف عشان ما جددش بقى خاين وبقى مش يخش النادي طب ليه ما يخش النادي ليه مختاق قاعد على الترابيز الراجل وقال لهم انا عايز كذا قالوا له لا قال لهم خلاص السلام عليكم هو الراجل ما راحش لو خاين مايروحش يقضي في الاجتماع لو خاين يقفل تلفون ومحدش يعرف عنه حاجة صح انما راح وقاعد وبين الباية والشاري افتح الله مغدلت فطبعا هم بقى بيصوروا للناس لا ده خاين وما يخشش تاني هو لازم الآله هو اللي يدبح ويسلخ طب ما انت دلوقتي انت لسه عامل دلوقتي في حسام عشور اللي هو ابن النادي ومتربي في النادي وردع في النادي قلتوله شكرا صح وبعدين ده كبر كلمة كبر دي وبرضه عايز اقولها برضو لللجنة اللي هي في النادي الآله والمجلس الإدارة اللجنة التخطيط طبش معنى انتم بشيتوا حسام عشور وسيبين صالح جما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة